هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهنيج ودوما تسلينا وبيكة كتوة كوكو وكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي أرضا والشاطر يوطينا الحل حكاية بها عبرة حكمة مثل معلومة وبها نور العب أعمو ياسي سعالوا هلموا إلينا الضمو أعمو ياسي مساء الخير يا أطفال مساء وشهركم مرحبا بكم مرحبا بكم اليوم في حصتكم مفضلة مع أعمو ياسي انتوما راكم حضرين معنا هاكم فرحانين نعم يا أطفال في هاد الفترة نحن نعيش يوم مهم جدا هذا اليوم هو اليوم الوطني اللي ذوي الإحتياجات الخاصة على هذا اللي رمعنا أصدقاء هنا ذوي إحتياجات خاصة نرحبوا بهم تسفيق عليهم تسفيق عليهم حبيتكم اليوم تتوقفوا معايا باش نضمنوا مع هذا الفئة هادي ذوي الإحتياجات الخاصة لأنه في الجزائر وفي سائر دول العالم الفرق بين إنسان معاق ولا غير معاق هو في الإرادة الإرادة هي التي تجعل الفرق بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل يا أخي ونبعد رح نتكلموا مع أستقائنا اللي رمعنا نبدو بنسرين بس لخير نسرين وش راكي الحمد لله حمد لله أنا نسرين نعرفها من فترة ونحيي فيها الإرادة نتاحها ودائما دائما عندها أفكار ودائما تحب تعيش وش راكي الحمد لله حمد لله إذن من خلالك نوجهه تحية لقاع الأطفال ذوي الاحتياجة الخاصة يا أخي نسرين مرحبا بك بنتي مرحبا بك وش راك لا بسمك ما بسمك حمد لله وين تسكن معاقب الله يبارك هكفر حالك مع ميزيد هنا مرحبا هاي مرحبا بك إذن من خلالكم مدى بنا نوجهه ندأ للناس باش يراعيوا هاد الفئة هادي كبداية كل حصة راح نطرح عليكم لغز لغز اليوم يقول تحبو الألغاز نعم لغز اليوم يقول ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه ما هو الشيء الذي تسمعه ولا تراه ديتم تعرفون توم شاطرين كامل فكروا إلى غاية نهاية الحصة توم وأصدقائنا اللي رامي شوفوا فينا يقدروا يشاركوا في الجواب عن اللغز بهذا الطريقة هادي أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الأنترنت مع آقل اكتب عمويازيت.com اضغط على زر جاوب على اللغز املأ الاستمارة ما تنساش رقبك الهاتفي بلدك الإلكتروني والجاوب على اللغز رايح تربح هدية قيمة مهدات من طرف شركة آقل 15 سنة في خدمتكم اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة مبروك عليك الهدية برافو يا أطفال برافو يا أطفال على بني بلي شاطرين ولكن استنوا معنا ومع أصدقائنا لغاية نهاية الحصة باش نتعرفوا عن الجواب عن اللغز أنا حبيت اليوم تعرفوا معايا بفضل إكرام عن شخصية اللي هو عباس الغرور راح أكرام تعرفنا عليه إذن تحية تحية الإكرام تفضلي إكرام مساء الخير يا أطفال مساء الخير اليوم تنتحكي لكم على حياة الشهيد عباس الغرور ولد عباس الغرور في 23 نجوان عام 1926 بدوار مسيغة دخل المدرسة الفرنسية واستطاع الحصول على الشهادة الابتدائية عام 1948 توجه إلى الحياة العملية انضم الشهيد مبكرا إلى الحركة الوطنية وكان ينشط مع المناظر إبراهيم حشاني المسؤول الجهوي لمنطقة الأوراس وقد شك في أمره صاحب العمل عندما شهد مع هذا الآخر في أحد الأسواق ولذا طرد من العمل فلجأ عباس إلى فتح دكان للخضر والفواكه في السوق العامة للمدينة وهذا لتمويه الاستعمار عن نشاطه الحقيقي ولقد أصبح هذا الدكان مكانا يلتقي فيه منظل الحزب لعقد اجتماعاتهم السرية ونظرا للميزات التي كان يتميز بها الشهيد فقد أكلت له المسؤولية لإشراف على الحزب بخنشلة وبرفقة شهيد مصطفى بن بولعيد وقارين بالقاسم سهم في التحضير للثورة في منطقة الأوراس وقد أشرف على الأفواج التي أكلت لها مهمة شن الهجومات ليلة أول نوفمبر عام 1954 منذ اللحظات الأولى للثورة المسلحة برهن عباس الغرور على حنكته وشجاعته وقدرته على القيادة والمناورة وإلحاق الهزيمة بالعدو وبقي عباس يشارك في المعارك تلو المعارك إلى أن استشهد يوم 25 جوليا عام 1957 رحم الله الشهيد برافو 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 إكرم برافو برافو يا أطفال تكلمنا مقبلة عن اليوم الوطني لدول إحتياجات الخاصة بهذه المناسبة هذه عم يزيد دار أغنية خاصة نقول فيها أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة يا أخي تغنوا كامل معايا أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني عظيمة لكنني مصابع لغايات العظيمة زماني لو يطول تحدي لخمول سأسأل الوصول لغايات العظيمة زماني لو يطول تحدي لخمول سأسعى للوصول لغايات العظيمة أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني أرادني عظيمة لكن ني مصابع لغايات العظيمة أنا مثلي كالشباب أتحتى هالصعاب أدق كل باب لغايات العظيمة أنا مثلي كالشباب أتحتى هالصعاب أدق كل باب لغايات العظيمة أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني أرادني عظيمة لكن أني أسابع لغايات العظيمة أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغايات لغايات العظيمة أنا حلمي في حياتي أحقق أمنياتي ولما كل الغايات لغايات العظيمة أنا المعاقو لكن بإرادتي وعزيمة إله ربي قادر أرادني أرادني عظيمة لكن أني أسابع لغايات العظيمة سأسابع بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغايات العظيمة سأسابع بالصمود وأثبت للوجود لطموحي لا حدود لغايات العظيمة برافو، 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 ب برغم كل العرقيل يا أخي أطفال يلا نرحبه كامل مع أبو إبراهيم عم إبراهيم اللي جانا من مدينة تشلف بألعاب الخفة يلا تفضل عم إبراهيم شكرا أطفال شكرا حابين نشوفوا ألعاب الخفة هذا المرة راح ندلكم مسابقة على شكل خداع سحرية واجدين المسابقة تحبوا المسابقات يلا نبدأ مع بعض يدوك نختار ولد وبنت البنت تمثل البنات والولد يمثل الأولاد جاهزين يلا على سبيل المثال نجيبوا صديقي هنا اه أتفضل اه سبيدورمان اتفضل اه اه أروحين تيا ماذا اسمك اتفضل أعطيني يدك يلا ماذا اسمك حمزة حمزة أروح مننا حمزة راح يمثل الأولاد وانتي ماذا اسمك أمينة أمينة جبدي هنا ماذا اسمك أمينة صديقتكم راح تمثل البنات جاهزين وقبل ما نبدأ أعطوهم سفيقة حارة مهم المسابقة سهلة فقط عندي كيس فارغ هم يزيدوا يدحقوا منه بل يصح فارغ دير يدك الداخل شاطر دير انتا تانيك يدك الداخل شطر دركها نبدأ المسابقة نجيب فقط القماش هذا القماش نديروه الهنا الولاد نبدأ بالأولاد ولا بالبنات بالأولاد بالأولاد يلا الأولاد اجبد القماش وعندك نقطة واحدة المسابقة بدأت اجبد القماش واريه الزملائك وعندك نقطة ايه صاب يلا مكاش قلكم مكاش نضوك نروحوا للبنات يلا مكاش صاب معنيش نروحوا لمرحلة الثانية البنات نقطة والأولاد سيفر سيفر نعاودوا القماش هنا نعاودوا ونرجعوا للأولاد هاد المرة راح يسيبوا راح يعدل يك اه داخل هنا اه داخل اجبدوا اجبدوا صاب وخلاص يلا شاطر ما صبتوش مكاش اه خلاص صاب يلا مكاش مكاش اه مكاش هكتحفر في البير لا لا هاد 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 يلا مقدرش يجبدوا نشوفوا البنات الي قدروا يجبدوا يلا ارحوا للبنات صابتوش 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 البنات نقطتين والأولاد صيفر نعاودوا هالمرة الفالثة على اربع مرات مازلنا زوج يلا دوروا نبدو بالأولاد شو في صديقتك شعال شابا عراي 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 صابتوش صابتوش صابوا خلاص ما صبتوش اوه اوه ماذا اسمك وش اسمك حمزة حمزة الولاد كم كم شجعوا وقولوا حمزة 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 اوه صابوا حمزة حمزة واخيرا نظركها مازلنا اخر مرحلة نتمنى من حمزة ان شاء الله يعدل ان شاء الله ان شاء الله لم تطيبوش مكانش 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 اوه ما صابتوش روحوا عند حمزة وقبل ما نعطوا الحمزة لازم يشجعوها يلا حمزة 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 صابوا حمزة واخيرا ضركها في زوجة البنات والأولاد ربحوا صحيح اطفال انا الحاجة اللي حيرتني ليس هذا المندل اللي مصابه انا اللي حيرتني كيفش هذه كامل ما شافوه كامل اعطوهم ثقة حرة 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 شكرا على المشاركة اطفال اجعل مكانكم وشكرا على المشاركة شكرا 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 عمو إبراهيم برافو تعال واسمك قلهم اسمك اسمين شاكيب واسمك اسمي شاكيب واسمه شاكيب بشكل paras امرك شاكيب نعم خمس سنين اه شاطر انتو شواية 3 سن من وكان يختلا خمسة 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 وهوých فتله ح تذكر حى أبي تكبروا بالخوف هكذا هاي مازال الحال مازال الحال مرابو إذن يا أطفال عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الأب الابن والمسامير إذن يلا كامل معايا نحكي لكم الحكاية أروح معايا إذن يا أطفال راح نحكي لكم حكاية الأب الابن والمسامير واحد النهار كان واحد الأب مع ابنه هذاك ابنه مقلق بزاف يزعف والأب هدك قال كيف يجب أن نصيب حل هذا والدي هذا لو يزعف بزاف باش نكلمه شوية وش قالوا قالوا شوف يا والدي قالوا راك تشوف كنت عندهم هكذا تراس هكذا في الدار بالحطب شخول هكذا بلاتفورم هكذا قالوا شوف يا والدي كل ما تحس روحك رايح تغضب روح دق مصمار في هدك لحطب تعال 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 لعندي أروح لعندي أروح لعندي باش نحكي لك الحكاية هكذا هكذا قالوا يا ابني كل ما تغضب تروح لهادك الحطب و تدق فيه مصمار ابقى على هذك الحال أيام وأيام هذك الابني كل ما يجي يغضب هكذا يتفكر وش قالوا بابه يحبس ما يغضبش ويروح يدير المصامر هذك كل يوم كل يوم هكذا كل يوم يبدأ بهديك ولا يغضب أقل فأقل وصل اليوم اللي اسباح ما يغضبش قالوا يا بابا ما نش نغضب قالوا خلاص اجاز نتقى على الغضب قالوا ما لا يولدي كل ما تحس روحك مرتاح كي تحس روحك ركب يا قالوا تروح تنحي المصمار هذك نحي مصمار ابقى على هذك الحال أيام وأيام كل ما يحس روحوا بيا نحس روحوا مليح يروح ينحي مصمار وبقى على هذك الحال أيام وأيام لأنه دار مصامر بزاف كان يتقلق بزاف بعد راح عند بابها قالوا بابا نحي تقع المصامر بسح المشكلة أنه المصامر خلت تتقابي بقى تتقابي في الأرض قالوا يا ولدي هذك تقابي هما المار يعني السكال اللي تخليهم هما الآثار اللي تخليهم الغضب بنتاعك عند الناس عمو يزيد عمو يزيد نستلخص من هذه الحكاية أنه يجب تمالك النفس عند الغضب برافو بوبي برافو 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 إذن يجب التمالك في النفس حيث الغضب لازم الإنسان كي يغضب يتمالك نفسه لأنك بالمرات ممكن تقول كلام جارح هذك الكلام الجارح هذك يخلي أثار في نفسية الناس اللي قلت لهم هذك الكلام إذا الإنسان لازم يتمالك نفسه حين الغضب يا أخي أطفال يا الله معي عجبتكم لحكاية أطفال برافو برافو أطفال عجبتكم أطفال اطفال أطفال كان لحد الخطراء وحد المعلمة مع واحد التلميس قالت له ارسم سجارة مع طائر قالت له عندما أسفق تحطون الأقلب رسم الطفل رسموا قالت له معلمته أين طائر؟ قال له عندما سفقت طائر 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 كيف سفقتي برافو 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 ماذا لديك تلك جميلة؟ تعالي بنتي أروحي تعالي تعالي أروحي واسمك بنتي؟ آيا أيها أين ت见تها؟ عليك باب لود عليك باب لود لقد كنت أخذ دائرة حسنا لقد قلت لك أتسمت يا يزيد أين كنت؟ بوفاريك قال لك وحد النهار وحدة طفل قلت له ونسيته عرب لي صور قالها صور فعل ماضي مبني بالسيمة والياتور اوكي اوكي انا حبيت نشوف نسرين واش حبيت تقول لنا نسرين بالمناسبة اليوم عيد ميلادك ها نعم عيد ميلادك نعم واش نقولون نسرين عيد ميلادك ساعد ساعد لحفظة انشودة امي يلا امي يا حبا اهواه يا قلبا اعشق دنياه يا شمسا تشرق في افقيا وردا في العمر شداه ماذا اتذكر يا امي لا يوجد شيء انساه فالماضي احمل ازهارا والحاضر تبسم شفتاه كم ليلا صهرت في مرضي تبكي وتنادي رباه طفلي وحبيبي يا ربي املأ بالصحة الدنياه ضميني وسقيني ضميني وسقيني ضميني وسقيني والبحر تدوم عقايا برابو برافو 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 الحقنا دوكالي الجواب عن اللغز ما هو شيء الذي تسمعه ولا تراه هاي يعطي لهم يلا هاي طالا شكولي عنده الجواب واسمك وليد يوقف واسمك محمد محمد وين شكون في مفتاح في مفتاح واشو وجوه الرياح 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 لا لا أروحي ابنتي تعالي واسمك واسمك وردية واشوه الصوت الصوت انا تفكير سليم ولكن شيء تسمعه ولا تراه واشوه واسمك وليدي عبدالقادر عبدالقادر واشوه الجواب الشيتاء الشيتاء لا لا شيء تسمعه ولا تراه تعرفي وقفي بنتي واشوه الرعد الرعد برافو تعالي تعالي بنتي تعالي 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 اذا الجواب هو الرعد يلا بنتي احنا الشاطرين كامل نعطوهم هدية الهدية تعالي انتية اليوم هي قبعة قبعة مع عمو يزيد تحميك من اشعة الشمس الضارة وعندك كذلك سدي من حق الطفولة لعمو يزيد فيه 22 اغنية ان شاء الله تستفادي بهم نحب الشاطرين برافو بنتي برافو برافو يلا يلا هلعبت الموليد يلا هلعب يلا هلعب نظرك عندنا عيد ميلاد وردية اللي انا وانتوما رح نغنو لها عيد ميلادك احلى عيد واصدقائنا يروحوا يجيبونا القطو ديالها اذا التحقوا بي تعالوا يلا اروحوا يا اطفال تعالوا تعالوا عيد ميلادك احلى عيد ربك تبنك عمر جديد الله يبارك فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد الله يبارك فيك ويزيد وقل لك عيد ميلاد سعيد من قلبي ديك نتمنى صحة وسعادة وهانا شرع يا ربي دمية سنة وتعيش أيامها أفرار شرع يا ربي دمية سنة وتعيش أيامها أفرار يا بانين ويا بانات يلا نطير فارونا لسها نمراح غني نفرح ونعش أحلى الأوقات لسها نمراح غني نفرح ونعش أحلى الأوقات هذه الحلوى لك جبناها وشمعك فيها زرعناها بس مكنتا زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بس مكنتا زيبناها ليلة حلوى يا محلاها بابا ما يدعولوه وصحابو يبردولوه وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو سنة حلوى جميل برافو إذن ورديها أمريزيدي شديد جميع والا يلا نديروا العد التنازول يخلواها الجوز والا يلا يلا تناش حداش عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة برافا تلاتة زوج واحد تفش مع برافو 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 إذا أعطي الهدية إذا عمو يزيد يعطيك شاهدة مشاركة في إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد وكامل تخرجوا تسيبوا شاهدات هكذا يسنوا فيكم تاخدوهم كذكرة تحتفظوا بهم في البيت يا أخي تفضلي بنتي وكذلك بما أنك جمعت خمس قسمات من حليب رامي اخترناك باش تحتفلي بعيد ميلادك معنا وهديتك مهدات من طرف راعي البرنامج رامي هي طابلة كيدز إن شاء الله تستفادي بها تفضلي بنتي أرواحي إذن وانا ما أبقى لإلا نقول لكم أبقوا على خير إستنونا في الأسبوع المقبل نهار ثلاثة على خمسة العشية على قناتكم الشوروك تيفي نحبوكم يا أطفال لا تحزنوا حنا الودع يا أصدقاء كل الأيام في ارتفاع إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازين لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمه يازين اشتركوا في القناة